دائما بسم الله نبدأ ما زلنا نقدم دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد نواصل في مواضيع الباب الأول Register Transfer and Micro Operations في هذا الدرس نقدم شرحا لتوضيح الفرق بين أنواع عمليات الإزاحة المختلفة والتي استعرضناها في الدرس السابق نفترض أن لدينا سجلا نسميه R وأن محتوياته من الأرقام الثنائية هي ما موضح في هذا الرسم من B0 وحتى BN-1 ومجموعها N bits هذه الbits يمكن أن نجري عليها عمليات إزاحة مختلفة إما عمليات إزاحة منطقية كما في المثالين الأولين أو عمليات إزاحة دائرية كما في المثالين التاليين أو عمليات إزاحة حسابية كما في المثالين الأخيرين الجدول الداخلي يوضح محتويات السجل بعد اكتمال عملية الإزاحة إذا نظرنا إلى عملية الإزاحة المنطقية إلى اليمين Shift-R نجد أن محتويات السجل تحركت في اتجاه اليمين هذا الاتجاه ومن البديه أننا نفقد أول رقم سناهي كان موجود وهو B0 لذلك كتبنا أن B0 is lost ثم نعوض في أقصى اليسار بإدخال صفر هذا الصفر Inserted أدخلناه من عندنا حتى نكمل عدد الbits في السجل وبالنسبة للإزاحة المنطقية إلى اليسار تتجه البيانات في هذا الاتجاه وأيضا نفقد أقصى بت كانت موجودة في اليسار وهي BN-1 لذلك كتبنا BN-1 is lost وندخل الصفر في أقصى اليمين لإكمال عدد الbits وهذا الصفر ودخل انزلتي فأصبحت المحتويات بهذا الشكل إذا أردنا إجراء عمليات إزاحة دائرية فإننا لا ندخل شيئا من عندنا ولا نفقد شيئا كان موجودا وإنما يتم تدوير الbits في الاتجاه المطلوب في هذا المثال Circular Shift Right تم أخص B0 من أقصى اليمين كانت هنا كأننا أخذناها من أقصى اليمين ثم وضعناها في الاتجاه الآخر في أقصى اليسار Pn-1 من هذا الاتجاه لتنزل في الاتجاه المعاكس وأيضا الملاحظة أن Pn-1 تم تدويرها Rotated هذه جاءت من الاتجاه الآخر بالنسبة للعمليات الحسابية نذكر أن هذه العمليات عمليات الإزاحة الحسابية تجري على الأرقام الثنائية المؤشرة ما هي الأرقام الثنائية المؤشرة؟ أرقام الثنائية المؤشرة التي نعبر عنها بوضع علامة التأشير في أقصى اليسار فإذا كان العدد يبدأ بالصف مثلا وهو عدد ثنائي مؤشر فهذا عدد ثنائي موجي إذا كان يبدأ بالواحد في أقصى اليسار وهو عدد ثنائي مؤشر فهذا عدد ثنائي سالي تعامل مع هذه الأرقام المؤشرة في عمليات الإزاحة الحسابية هناك نوعين إما عملية حسابية إلى اليمين arithmetic shift write هذا هو اتجاه الإزاحة وفي هذه الحالة نفقد B0 كما شرحنا في عمليات الإزاحة المنطقية ولكننا لا ندخل صفرا في الأغصى اليسار وإنما نعيد كتابة الرغم السنائي الذي كان موجود أصلا فهذه BN-1 repeated أعدنا كتابتها نفس ما كان موجود في هذه الخانة كتبناه هنا مرة أخرى أما بالنسبة للعملية الحسابية للإزاحة إلى اليسار اتجاه الإزاحة هذا هو فإننا نزيح بالضبط كما كنا نفعل في عمليات الإزاحة المنطقية إلى اليسار فنجد أن هذه العملية المنطقية تشبه هذه العملية الحسابية ولكن علينا أن ننتبه لشيء واحد هل الرقم الجديد في أغصى اليسار وهو BN-2 بعد الإزاحة هل هو نفسه يشبه الرقم الذي كان موجودا قبل الإزاحة وهو BN-1 لأننا فقدنا BN-1 وحل محلها BN-2 فهل الرغم تغير أم هو نفسه؟ بمعنى إذا كانت BN-1 صفر هذا كان يعني أن الرغم المؤشر موجب والآن ظهرت BN-2 فإذا كانت BN-2 أيضا صفر يظل الرقم موجب كما كان أما إذا جاءت BN-2 وهي واحد فقد تغير الرغم من موجب إلى سالب هذا ما سنشرحه في الشريحة التالية إذا تغير الرغم في أغصى اليسار للرغم السناي المؤشر بعد عملية إزاحة حسابية إلى اليسار نقول أنه حدث overflow وهذا هو عنوان هذه الشريحة بمعنى حدث عكس لعلامة الرغم السناي المؤشر كان موجب وأصبح سالب أو العكس كيف نعرف إذا تم تغيير لهذه العلامة أم لا؟ هناك طريقة لمعرفة ذلك وهي باستخدام overflow philip flop هذا philip flop نغزيه بناتج XOR بين آخر رقمين في آخر رقمين ثنائيين في يسار محتويات السجل وهو وهما rn-1 و rn-2 فنعمل XOR بينهما ونعرف أن XOR جدول الحقيقة له هو كالآتي 0-0 تعطي 0-01 تعطي 1-10 تعطي 1-11 تعطي 0 أي أن XOR يعطي ناتج 1 إذا اختلف الدخلان بالنسبة له وهذه الحالة لذلك إذا كان هناك اختلاف بين آخر رقمين إلى اليسار كان أحدهما 1 والثاني صفر أو العكس نجد أن VS ستعطينا 1 هذا الواحد يذهب إلى philip flop فيعرف الحاسب أن الرغم الثنائي المؤشر بعد الإزاحة الحسابية إلى اليسار تغيرت علامته إما من الصفر إلى الواحد أو من الواحد إلى الصفر ونعرف أنه حدث في هذه الحالة ما يعرف بالـ overflow إذن الـ overflow هو تغير علامة الرغم الثنائي المؤشر بعد إجراء عملية إزاحة حسابية إلى اليسار عليه وإلى اللقاء في الدرس القادم